مرض الاسد فقامت جميع حيوانات الغابة بزيارته ما عدى الثعلب فقال الذئب للاسد ان الثعلب لم يأتي لزيارتك ايها الملك لانه لم يحترمك فقال الاسد اذا حضر فاخبرني فلما حضر الثعلب اخبره الذئب بذلك وكان الثعلب قد بلغه ما قاله الذئب في حقه فلما رآه الاسد اظهر الغضب والاستياء في وجهه وقال زارتني جميع حيوانات الغابة وانت لم تفعل قال الثعلب لقد كنت ابحث لك عن الدواء ايها الملك قال الاسد واي شيء وجدت اجاب الثعلب لقد اخبرني احد الاطباء انك اذا تناولت ساق الذئب سيشفى مرضك فان قضى الاسد على الذئب وانتزع ساقه فهرب الذئب يصرخ من الالم فتبعه الثعلب وقال له اذا اردت ان تعيش بسلام فلا تتحدث عن احد وراء ظهره ولا تكن متملقا ولا ثرثارا وهذا جزاء فعلا نعم نعم اشتركوا في القناة